بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومع الجزء الواحد والعشرون بدأنا في العشر الأواخر من شهر رمضان فجدوا واجتهدوا كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم لعلنا نتلمس ليلة القدر فهذه ليلة وترية أيها الأحبة في الجزء الواحد والعشرون في صورة لقمان يقول الله عز وجل وإذا قال لقمان لبنه وهو يعظه يا بني لا تشرف بالله إن الشرك لظلم عظيم إلى آخر وصي لقمان وهذا يلفط أنظارنا إلى مسؤوليتنا تجاه أبنائنا نعم فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عن مصطرع حفظ أمضي حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أبنائكم أيها الأحبة هناك فرق بين التربية والرعاية فالرعاية أن تطعمه وتسقيه وتلبسه وتكسوه الثياب وتصرف عليه في التعليم هذا كله يسمى رعاية أما التربية فهي بناء الشخصية وتعتمد على مبادئ أولها بناء القناعات بناء العقيدة والمبادئ بناء الشخصية هذا أول ما يكون في التربية ما هي قناعة ولدك أريد أن يكون هناك عنده مبادئ وعقيدة ثابتة كما علم الرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس يا غلام إن أعلمك كلمات يحفظ الله تجد تجاهك إذن بناء القناعات كذلك توجيه الاهتمامات هل ولدك يهتم أن يكون تسريحة شعره مثل فلان أو البنت تلبس موضة كفلانة أم أن له اهتمامات خاصة في تعليمه في دراسته في نفعه الإسلام والمسلمين في أن يكون إنسانا صالحا مصلحا في مجتمعه بناء القناعات وتوجيه الاهتمامات وكذلك تنمية المهارات فكل ولد وكل بنت له يعني وهبه الله قدرة وطاقة ومجال يبرع فيه فاكتشف هذه الموهبة التي عنده والمهارة التي يحبها ويعني يجيدها فنمي هذه المهارات من عنده فليس كل أو ابنائنا سيكون أطباء ولا مهندسين فانظر مهارته ونميها الأمر الثالث وهو بناء العلاقات ما علاقته بربه؟ ما علاقته بأب أبيه وأمه؟ ما علاقته بإخوته بنين وبنات؟ ما علاقته بعائلته بالمسلمين؟ ما علاقته بغير المسلمين؟ لا بد أن تحدد هذه العلاقات كذلك أيها الأحبة لا بد من اختيار الأصدقاء فالصاحب ساحب والمرء على دين خليله أيها الأحبة وهناك وسيلتان طيبتان علمنا إياها القرآن الكريم حتى ننعم ببر الأبناء وبر الأباء لأبنائهم أيضا وهو أولا الحوار المتبادل بينك وبين ولدك نعم إن يوسف عليه السلام لما كان بينه وبين أبيه ود وعلاقة طيبة قال يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين هذه العلاقة والمحبة التي جعلت يحكي له أسراره لم يذهب إلى صديقه لم تذهب إلى صديقتها إنما اختار أباه كذلك من هذه الوسائل أيها الأحبة وهو الدعاء وهو سلاح قوي دعا أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم خليل الرحمن رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء من صفات عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما دعاء الرجل والإنسان إذا ما أصبح بلغ الأربعين وعنده أولاد رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أيها الأخ الحبيب اجعل ولدك مشروع حياتك من بنى وأخذ مشروع في أي مجامل المجالات سيدخل القبر واترك المشروع أما ولدك فلن تدخل القبر وتتركه لا أن تأخذه معك القبر بل تأخذ دعواته إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وهو الذي سيقوم بها ولدك أو علم ينتفع به وهو ما علمته ولدك أو ولد صالح يدع له وهذا هو مشروعك في الحياة رزقكم الله بر أبنائكم وجعلهم قرة عين لكم في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته